ترأس غبطة البطريارك لويس روفايل ساكل قداس الاحتفالي لعيد القيامة في كتدرائية ماريوسف في الكرادي ببغداد بمعاونة عدد من المطارنة والأباء الكهنة وحضور جمع من المؤمنين وقال غبطته في عيضته لقد ظنت ماكنة الأشرار أنها قدت على يسوعي نهائيا لكن ماكنة الخير التي هي ماكنة الله فاجأتهم وأقامته حيا ومنتصرا فقيامة المسيح لا تزال تتواصل في قلوب الملايين من البشر بعد ألفين عام ودعا البطريارك ساكل مؤمنين لأن يذهبوا إلى العمق بعيدا عن عيون الجسد العاجزة عن رؤيته وعن المفاهيم السطحية والتأويلات المغلوطة لنقرأ علامات حضوره ونتأمل فيها ونعيشها عبر الصلاة والصمت ونور النعمة وختم غبطته العذة قائلا مطلوب منا أن نفتح أفاقنا ونندفع بإعجاب وحماسة إلى الرسالة والشهادة ليسوع بفرح واندهاش ونطلب من الرب العيش بسلام واستقرار وحرية وكرامة